اشتركوا في القناة المورد الثاني الكامل جزء عاشل في صفحة 121 ثم دخلت سنة 89 وخمسمائة سنة 589 هجري ذكروا مسير أتابك عز الدين أي الزنكي إلى بلاد العادل وعوده بسبب مرضه قال ابن الأثير لما بلغ أتابك عز الدين لما بلغ أتابك عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي صاحب الموصل وفات سلاح الدين لما بلغه وفات سلاح الدين بلغه وفات سلاح الدين جمع أهل الرأي من أصحابه وفيهم مجاهد الدين قايماز كبير دولته وفيهم مجاهد الدين قايماز هذا الزنكي جمع أهل الرأي من أصحابه وفيهم مجاهد الدين قايماز كبير دولته والمقدم على كل من فيها وهو نائبه فيها واستشارهم فيما يفعل فسكتوا لاحظ مملوك ونائبه مملوك له مملوك المملوك وبعد هذا يأتي مملوك مملوك المملوك يقول فقال له بعضهم ابن الأثير يقول فقال له بعضهم وهو أخي مجد الدين أبو السعادات المبارك مجد الدين أبو السعادات المبارك ماذا قال له قال له أنا أرى أنك تخرج مسرعا جريدة صار عندنا واضح معنا جريدة يعني يذهب مسرعا وهو فارس على الخيل دون أن يأخذ معه المشات يقول أنك تخرج مسرعا جريدة في من خف من أصحابك وحلقتك الخاص وتتقدم إلى الباقين باللحاق بك وتعطي من هو محتاج إلى شيء ما يتجهز به ما يخرجه وتعطي من هو محتاج إلى شيء ما يتجهز به ما يخرجه ويلحق بك إلى نصيبين وتكاتب أصحاب الأطراف مثل مظفر الدين بن زين الدين صاحب أربل وسنجر شاه أيضا يعني تكاتب سنجر شاه ابن أخيك صاحب جزيرة ابن عمر وأخيك عماد الدين صاحب سنجار ونصيبين تعرفهم أنك قد سرت وتطلب منهم المساعدة وتبذل لهم اليمين على ما يلتمسونه فمتى رأوك قد سرت خافوك وإن أجابك أخوك صاحب سنجار ونصيبين إلى الموافقة وإلا بدأت بنصيبين فأخذتها وتركت فيها من يحفظها ثم سرت نحو الخابور وهو له أيضا فأقطعه وتركت عسكره مقابل أخيك يمنعه من الحركة إن أرادها أو قصدت الرقة فلا تمنع نفسها يقول له إذا قصدت الرقة فلا يوجد ما يمنع من أن تدخل الرقة أو قصدت الرقة فلا تمنع نفسها يعني يسهل عليك السيطرة عليها وتأتي حران الرهى فليس فيها من يحفظها لا صاحب ولا عسكر ولا ذخيرة فإن العادلة أخذهما من ابن تقي الدين ولم يقم فيهما ليصلح حالهما وكان القوم أي الأيوبيون وكان القوم يتكلون على قوتهم هذا من الذي يحكي هذا الذي يحكي هذا أخو أبن الأثير هذا مجد الدين أبو السعادات المبارك هذا أخو أبن الأثير يكمل يقول له وكان القوم أي كان الأيوبيون يتكلون على قوتهم فلم يظنوا هذا الحادث يعني كانت قوتهم بصلاح الدين فلم يظنوا هذا الحادث أي لم يظنوا موت صلاح الدين فلم يظنوا هذا الحادث فإذا فرقت من ذلك الطرف عدت إلى من امتنع من طاعتك فقاتلته ليس ورائك ما تخاف عليه فإن بلدك عظيم لا يبالي بكل من ورائك فقال مجاهد الدين مجاهد الدين مين مجاهد الدين قايماز فقال مجاهد الدين قايماز المصلحة أننا نكاتب أصحاب الأطراف نأخذ رأيهم في الحركة نستميلهم فقال له أخي إن أشاروا بترك الحركة تقبلون منهم لاحظ قايماز ماذا قال قال المصلحة أننا نكاتب أصحاب الأطراف نأخذ رأيهم في الحركة نستميلهم يقول فقال له أخي إن أشاروا بترك الحركة تقبلون منهم قال لا قال أنهم لا يشيرون إلا بتركها لأنهم لا يريدون أن يقوى هذا السلطان خوفا منه يعني لا يريدون أن يقوى الزنكي لأنهم يغافون منه وكأني بهم يغالطونكم ما دامت البلاد الجزرية فارغة من صاحب عسكر فإذا جاء إليها من يحفظها جاهروكم بالعداوة يعني ينصحهم يقول أفضل أن تتحركوا الآن لأنهم الآن يهادنونكم ما دامت البلاد الجزرية فارغة عندما يأتي أحد أمراء أحد ملوك الأيوبيين سيتقوون بهم عليكم يقول فإذا جاء إليها من يحفظها جاهروكم بالعداوة ولم يمكنه أكثر من هذا أي ولم يمكنه أخي ولم يمكن أخي أكثر من هذا ولم يمكنه أكثر من هذا أي يعني لم يتمكن أخي أكثر من هذا القول ولم يمكنه أكثر من هذا القول خوفا من مجاهد الدين قايماز حيث رأى ميله إلى ما تكلم به فانفصلوا على أن يكاتبوا أصحاب الأطراف فكاتبوهم فكل أشار بترك الحركة إلى أن ينظر ما يكون من أولاد صلاح الدين وعمهم فتثبتوا ثم إن مجاهد الدين كرر المراسلات إلى عماد الدين زنكي صاحب سنجار يعده ويستميله فبينما هم على ذلك إذ جاءهم كتاب الملك العادل من المناخ بالقرب من دمشق قد سار عن دمشق إلى بلاده يذكر فيه موت أخيه وأن البلاد قد استقرت لولده الملك الأفضل والناس متفقون على طاعته وأنه هو المدبر لدولة الأفضل وأن العادل هو المدبر لدولة الأفضل وقد سيره في عسكر جم كثير العدد هذه رسالة العادل تقول وقد سيره قال العادل يقول وأنه هو المدبر لدولة الأفضل يقول وقد سيره في عسكر جم كثير العدد لقصد ماردين لما بلغه أن صاحبها تعرض إلى بعض القرى التي له وذكر من هذا النحو شيئا كثيرا فظنوه حقا وأن قوله لا ريب فيه ففتروا عن الحركة ففتروا عن الحركة فسيروا الجواسيس فأتتهم الأخبار بأنه في ظاهر حران نحو من مئتي خيملة غير فعادوا فتحركوا فإلى أن تقررت القواعد بينهم وبين صاحب سنجار وصلته العساكر الشامية التي سيرها الأفضل وغيره إلى العادل فامتنع بها وسار أتبك عز الدين عن الموصل إلى نصيبين واجتمع هو وأخوه عماد الدين بها وساروا على سنجار نحو الرها وكان العادل قد أسكر قريبا منها بمرج الريحان فخافهم خوفا عظيما فلما وصل أتابك لاحظ المواجهة بين من ومن بين الزنكيين بين الزنكيين وبين الأيوبين إلى من تميل الكفة عند ابن الأثير لاحظ تميل للزنكيين لاحظ الآن يقدح بالأيوبين يقول فخافهم خوفا عظيما وكان العادل قد أسكر قريبا منها بمرج الريحان فخافهم خوفا عظيما فلما وصل أتابك الزدين إلى تلموزن مرض بالإسهال فأقام عدة أيام فضعف فضعف عن الحركة وكثر مجيء الدم منه فخاف الهلاك فترك العساكر مع أخيه عماد الدين وعاد جريدة في مئتي فارس ومعه مجاهد الدين وأخي مجد الدين فلما وصل إلى دنيسر استولى عليه الضعف فأحضر أخي وكتب وصية ثم سار فدخل الموصل وهو مريض أول رجب فبقي مرضه إلى التاسع والعشرين من شعبان فتوفي 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 ترجمة نانسي قنقر